مؤامرة أمريكية لتنقسم من تواهج الاقتصاد الصيني واذا عمانت يا بكورونا ستقتل المليار ونصدير الشنوع فكرة غابية لو كانوا فعلا الميريكان ومليم صاوبين نرى فكرة غابية أولا ذاك الفيروس ما غاديش يبقى غير في الصين هادي ديجا مشكل ما غا يبقاش غير في الصين يعني انت بحلي تضرب الشين واب قنبولة نووية أراد شدت، أتفرق على الحزاق كامل زيد على هذا أنك ما غاديش تقدر تقتل العدد كبير وزيد على هذا أنه فيروس فاشل لحد الآن يعني انت صوبتي فيروس فاشل لأن ممكن الآن العلماء يصوبوا فيروس فتاك لما كان يجدك اللعبات ديالي يضربك وعندك 98% ديال لا شانس أنك ما تموتش العلماء اليوم قادرين أنهم يصوبوا فيروسات فتاكة اللي تقتلك ما كانش غاد خلها تقتلك سالينها فلو أن أمريكا هي اللي باغى الخدمة في الصين رغى تصوب فيروس اللي أقوى بكثير من هادي الفيروس الكورونا الخرواني اللي حتى الآن هذه القادية المؤامرة وشي تأتي يعجب الناس تأجب الناس أن تكون عندهم شي معرفة سرية ويكونوا عارفين وشي شي 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 حاجة طبيعية غير واحد الفيروس نتقل من الحياة والإنسان هذا التفسير ما تعجبش الناس اللي إنما فيهش الإتارة قاعد تفسيرها الطبيعية مفيهاش الإتارة خاص تكون شي حاجة شي سباب شي شي لا بده شي واحد واقف مور هادي وعقنا به وهذا هو اللي صواب وهادي ورا ما يمكنش لا راه يمكن المغاربة فرحانين بكورونا أصلا كل شي ناشط فين ماشي هادي كورونا تتلقى بنادم غادي مجوقة موتية سنة يبليها المريض ديال كورونا ما كرهوش المغاربة أنا يعتص عليه ومشي واحد في الكورونا باش يمشي يدير فيديو في يوتيوب يقول ليو ما أعتص عليه واحد في كورونا ويدير الفيوس المهم هو يكون عنده الفيوس بزا في الفيديو ديال أنا أعتص عليه واحد كورونا فرحانين بكورونا